هاي ميه دير ستودنت هاي ميه دير ستودنت عملين ايه؟ وحشتوني النهاردة حندخل في يونيت 4 وهناخد منه لسن 1 نبدأ نعرف الكلمات الجديدة كابرد خدوا بالكوب تتنطق إزاي كابرد يعني خزانة زي الدولاب صغير تيبل يعني ترابيزة لامب مصباح أباجورة شير يعني كرسي آرم شير يعني كرسي عنده دراعات جاية من كلمة آرم آرم يعني دراع يبقى آرم شير كرسي لو دراعات كلوك كلوك هي ساعة الحيطة بوك كيس بوك كيس هي خزانة للكتب زي مكتبة كاوش كاوش هي الكنبة تيليفيزين طبعا كلنا عارفين يعني اي تيليفيزين يعني تلفاز تيليفيزيون تعالوا نشوف هاني وبابا بيقولوا ايه البعض هاني what are you doing هاني بتعمل ايه I'm looking for my math book do you know where it is انا بدور على كتاب الماث كتاب الرياضيات بتاعي هل تعرف يا بابا هو فين no I don't know لا امعرفش I can't find it and I have math homework انا مش لقيه والمشكلة ان انا عندي واجب I can help you find your book انا اقدر اسعدك ان احنا نلاقي كتابك okay I'm looking on the bookcase can you look in the cupboard please انا يا بابا ببص وبدور في المكتبة ممكن ارجوك انت تبص في الخزانة اللي جنبك دي it's here in the cupboard next to the photos بابا لقاها بيقول انها هنا اهو كتابك موجود هنا في الخزانة جنب الصور thanks dad شكرا يا ابي prepositions of place يعني حروف الجر الخاصة بالمكان next to next to يعني بجوار جنب يعني هنا شايفين في الصورة ان اللامب الابا جورة جنب the armchair يبقى بنقول ايه في الصورة دي the lamp is next to the armchair on on يعني فوق علي the lamp is on the table behind behind يعني خلف ورا the lamp is behind the couch between between يعني بين ما بين حاكتين the lamp is between the armchairs تعالوا دلوقتي نحل the exercises علشان نعرف هلا احنا فهمنا درسنا النهاردة ولا لا look read and complete حنبص على الصورة وحنكمل الجمل اللي مكتوبة بالكلمات اللي مديها لي فوق تعالوا نعمل revision بسرعة on يعني على فوق between يعني ما بين حاكتين next to يعني جنب behind يعني ورا number one there is a lamp نقط نقط the table اللamp وال table اللamp موجودة فوق التابل يبقى حنستعمل انهي كلمة there is a lamp on the table number two there is a bookcase نقط نقط the couch تعالوا نبص البوككيس المكتبة موجودة جنب الكنبة حنستعمل حنستعمل كلمة there is a bookcase next to the couch برافو عليكم number three there is a couch نقط نقط the bookcase and the lamp الكنبة 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 موجودة مابين المكتبة واللامب يعني ايه مابين there is a couch between the bookcase and the lamp آخر جملة معنا there is a cat نقط نقط the couch بصوا حلو كده عالصورة فين القطة فين القطة ايه القطة اهي ورا الكنبة ورا الكنبة خلفها there is a cat behind the couch الاكسرسايز اللي بعده complete مدينا كلمة table و in ايه بيكلم بي ايه بيسأل what's نقط نقط your living room يعني ايه اللي موجود في غرفة الاعاد عندك في غرفة المعيشة حستعمل ايه كلمة what's in your living room بي حيرود يقول there is a table هناك ترابيزة من ضد ندخل على الاكسرسايز اللي بعده look and write a sentence under each picture what's in your living room اول صورة هو عملي سهم an arrow على التليفزيون يعني عايزني اتلم على التليفزيون تعالوا نشوف ممكن نقول ايه there is a television on the table يعني في تليفزيون على طرابيزة طب تاني صورة عايزني اتكلم عن البوك كيس ممكن نقول there is a بوك كيس next to the arm chair there is a و اشتركوا في القناة